اشتركوا في القناة اذا لدغك للحصول على اجابات لهذه الاسئلة واكثر ما عليك سوى الاستمرار في المشاهدة لا تخاف انه مجرد فيديو ولكن اولا تأكد من النقر على زر الاشتراك هذا وقرع جرس الاشعارات لتنضم الينا على الجانب المشرق الثعابين قد تكون سامة او غير سامة الثعابين غير السامة لا يوجد لديها سم في اسنانها مما يعني ان عضتها ليست خطيرة للغاية على صحتك لا يزال يفترض بك رؤية الطبيب حتى يعتني بالجرح ويتأكد من ان كل شيء على ما يرام من ناحية اخرى الثعابين السامة لديها سم سام في انيابها قد يؤدي الى مشاكل صحية خطيرة والوفاة حتى اذا وصل لنظام جسمك ولكن كيف يمكنك التمييز بين الاثنين لا سيما اذا كنت تركض بعيدا لا تقلق هناك العديد من الاشارات الواضحة التي قد تساعدك هنا رقم واحد انظر الى رأسه احد اكثر العلامات الواضحة على ثعبان السام هو رأسه المثلث وعلى الرغم من عدم امتلاك جميع الثعابين السامة لرأس مثلث لكن عنقها يكون في العادة انحف من رأسها من ناحية اخرى تميل رؤوس الثعابين غير السامة الى ان تكون دائرية متناسقة مع بقية الجسم رقم اثنان انتبه الى بؤبء عينيه كما لو انك ستقترب منه كل تلك المسافة اصبر واستمع اليه معظم الثعابين السامة لديها بؤبء عين بيضاوي وعمودي في حين ان الثعابين غير السامة لديها بؤبء دائري ومع ذلك توجد بعض الاستثناءات لهذه القاعدة والتي ينبغي ان تعرفها الثعابين غير السامة يمكنها بسهولة تغيير شكل بؤبء عينيها في المواقف الخطيرة لتبدو اكثر قوة ورعبا لخصمها بالاضافة الى ذلك هناك بعض الثعابين السامة للغاية مع بؤبء عين دائري مثل المامبا السوداء الشهيرة او الكوبرا لذلك لا تعتمد على هذا العامل وحده عند محاولة تحديد نوع الثعبان الذي تتعامل معه انا جاد هنا رقم ثلاثة افحص المنطقة بين عينيه نعم كما لو انك ستقترب منه للغاية الثعابين السامة لديها ميزة صغيرة على الثعابين غير السامة فيما يتعلق بالصيد فلديها تجويف حساس للحرارة يساعدها على تحديد موقع فريستها من خلال الاشعة تحت الحمراء هذا رائع نوعا ما وهو معروف باسم عضو التحسس الحراري وعادة ما يقع بين عينيها او فتحتي انفها لذلك ابحث عنه اذا كان لديك وقت رقم 4 لاحظ لونه وسلوكه عادة ما تكون الثعابين السامة اكثر حيوية سواء في لونها او سلوكها اذا رأيت ثعبانا جميلا بالوان زاهية فمن المحتمل انه سام في الواقع وهناك بعض الاستثناءات هنا ايضا مثل الثعبان الملك القرمزي وثعبان الحليب فهي زواحف مليئة بالالوان ولكنها ليست سامة على الاطلاق اما بالنسبة لسلوكها فمن المعروف ان الثعابين السامة تصدر صوت فحيح وتهز وتكون عدوانية للغاية منذ البداية رقم خمسة راقب ذيلة يا صاح راقب ذيل عند هربي فرق اخر مهم في مظهر الثعابين السامة هو الذيل وعلى وجه التحديد نمط الحراشف هو ما تريد الانتباه اليه يمكنك دائما التعرف على ثعبان السام من خلال خط مرئي يفصل بين صفين من الحراشف في نهاية ذيلة اذا رأيت صفا واحدا يمكنك تنفس السعداء فهذا الثعبان ليس سامة رقم ستة انتبه الى الطريقة التي يسبح بها يا اله انه يرتدي عوامة السباحة يقول بعض خبراء الزواحف انه يمكن التعرف في الغالب على الثعابين السامة اثناء قيامها بالسباحة فهي تفضل ابقاء كامل جسمها فوق الماء على عكس الثعابين غير السامة التي تسبح مع اجسامها تحت الماء ومع ذلك تدعي مصادر اخرى ان هذه ليست هي الحال دائما بالطبع لذلك اذا رأيت ثعبانا في الماء لا تنسى الانتباه الى العوامل الاخرى ايضا بالنسبة لي ساقوم بمجرد الخروج من الماء الان وبعد ان تعرفت على كيفية تمييز الثعبان السام اذا صادفت ثعبانا في طريقك لنرى ما يمكنك فعله لتجنب هذه المصادفة في المقام الاول فيما يلي بعض التدابير الوقائية التي يمكنك اتخاذها لتقليل فرصك في الاقتراب من الثعابين في الواقع رقم واحد اجعل ممتلكاتك محمية من الثعابين سواء كنت تعيش في الريف او تمتلك كوخا صيفيا فان افضل طريقة لابقاء الثعابين بعيدة عن منزلك هي التخلص من اماكن الاختباء المفضلة لديها الاعشاب الطويلة واغصان الشجر الواقع حافظ على العشب مكسوسا وحديقتك خالية من الحطام كما ان رش محلول الامونيا في الاجزاء البعيدة من حديقتك سيوفر ايضا مساعدة اضافية لا تطيق الثعابين رائحة هذا المحلول لذلك فانه سيبقيها بعيدة عن منتلكاتك رقم اثنان انتبه من الاشجار والشجيرات ان الانتباه لخطواتك في الريف امر نساسي ولكن لا تنسى الاشجار والشجيرات وبما ان الثعابين يمكنها تسلق الاشجار فقد تتعرض لهجومها بكل سهولة اثناء مرورك بجانب الاشجار لذلك كن حذرا وراقب محيطك رقم ثلاثة اختر الاحذية المناسبة لا تفضل الثعابين احذية كروكس لاسباب واضحة كقاعدة عامة ارتدي دائما احذية مغلقة الاصابع عند المشي في الريف او الغابة فالشباشب او الصنادل او اي نوع اخر من الاحذية المفتوحة الاصابع تجعلك اكثر عرضة للهجوم في هذه الحالة هذا هو السبب في انها بالتأكيد ليست خيارا حكيما رقم اربعة اطفئ الاضواء اذا كنت تستمتع بالتخييم فاليك حيلة صغيرة لتجنب الثعابين غطي جميع مصادر الضوء عند النوم ولا تنسى ان تنفض ملابسك في الصباح فالاضواء والرائحة البشرية تجذب الثعابين للغاية ناحيتك وبالتالي فان التخلص من هذين العاملين سيساعدك على البقاء امنا رقم خمسة لا تتبع ثعبانا ابدا ولا تتابعه على تويتر وازله ايضا من قائمة الاصدقاء في الفيسبوك هناك الكثير من الحالات التي يتعرض فيها الناس للضغ بسبب فضولهم بكل بساطة لا تقوم الثعابين بالضغ الا اذا شعرت انها مهددة وستثير مطاردتها بكل تأكيد رد الفعل هذا مثل البشر نوعا ما لذلك كلما ابتعدت عن الثعبان كلما كان ذلك افضل ومن المفترض بهذه النصائح ان تساعدك على تجنب المواجهة غير لطيفة مع الثعابين ولكن للاسف قد تتعرض للضغ الثعبان على الرغم من ذلك لذلك ينبغي ان تعرف ما يجب فعله في حال تعرضت للضغة ثعبان اول شيء يجب عليك فعله الاتصال بالاسعاف وبمجرد الانتهاء من ذلك حاول ان تعرف ما اذا كان الثعبان الذي لضغك ساما اذا كنت لا تتذكر كيف كان شكله افحص جرحك علامتي الوخذ المؤلمة والقريبة من بعض مع جلد متورم وشاحب حولهما هي علامات واضحة على ان الثعبان سام في الواقع الشعور بالغثيان وضعف العضلات والحمة هي علامات واضحة على وجود سم في نظام جسمك ايضا اثناء انتظارك وصول الاسعاف من المهم ان تحاول البقاء هادئا وان لا تتحرك يزيد الظعر والحركة من معدل ضربات القلب مما يساعد على انتشار السم بشكل اسرع في جميع انحاء الجسم اذا استطعت حاول ابقاء الطرف المصاب اسفل قلبك سيساعد هذا ايضا على ابطاء انتشار السم اذا رأيت اي سم خارج اللطغة قم بازالته بعناية للتأكد من انه لن يدخل الجلد المتضرر بالفعل اما بالنسبة للطريقة الشائعة لمص السم من الجرح فقد لا تكون فكرة جيدة على الاطلاق فالشخص الذي يحاول مص السم سواء كان انت او اي شخص اخر يخاطر بانتقال التلوث له عبر الفم جرح اللطغة مليء بالسم الذي قد يلوث انسجة الفم والفم مليء بالبكتيريا التي قد تلوث لطغة لهذا السبب عادة ما ينصح الخبراء في الوقت الحاضر بعدم استخدام هذه التقنية وهو امر جيد لانني لن اقوم بمص لطغة اي شخص وضع كريمات مختلفة على الجرح هو امر ممنوع ايضا تماما مثل تناول الكحول او المشروبات التي تحتوي على الكافيين فهذه المشروبات تؤثر على قلبك وتساعد على انتشار السم بشكل اسرع اذا كنت عطشانا اشرب ماء بدلا من ذلك فالماء سيحافظ على رطوبتك وسيساعد على طرد السموم من جسمك وهو امر ضروري في هذه الحالة الحرجة اذا كنت لا تزال موجودا بعد كل تلك الاشياء المخيفة التي تحدثنا عنها فاخبرنا هل تعرف اي حقائق اخرى مفيدة او مثيرة للاهتمام حول الثعابين لا تخبرني اكتبها في قسم التعليقات ادناء ولا تنسى ان تمنح هذا الفيديو اعجابا وشاركه مع اصدقائك خاصة اولئك الذين لا يحبون الثعابين وانقر على الاشتراك لتبقى على الجانب المشرقي من الحياة